بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم. النهاردة عندنا فكرة بسيطة خالص ومن حاجات موجودة عندنا في البيت. آآ والورد ده اي ورد موجود عندك. الورد ده كان من كارتونة البيت اللي احنا عملناه مع بعض. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف اللي هحابب بيشوفه ويعمل زيه. عندك اي ورد من الفوم او من اي حاجة مفيش مشكلة. الخيط آآ من عند بتاع الخيوط والكلف. آآ خيط دهبي كده. والكارتونة بتاعة التورتة او الحامل بتاعة التورتة الشيالة بتاعة التورتة او اي كارتونة عندك مدورة. آآ مفيش اي مشكلة هتقضي الغرض. هنعيد تدوير الحاجات دي. ونعمل منهم حاجة حلوة وشيك. وآآ وان شاء الله تبقى سهلة وبسيطة عليكم. قبل ما نبدأ بقى ننزل نعمل لايك للفيديو وآآ وشير مع صحابنا عشان توصل لهم الفكرة واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. وما تنسوش تفعلوا الجرس. آآ هنبدأ بقى الكارتونة اللي عندي اي حاجة بقى مفقوقة منها هنبدأ نلزقها كده الطرف بتاعها عشان تبقى ايه متبقى 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 متساوية وما تفكش معايا بعد كده هي اللي هي لونها ذهبي لو هي يا مسلا آآ لون آآ كارتونة مسلا عادية ممكن ترشيها ممكن تدهنيها اي لونة عندك يعني اي حاجة هتقضي الغرض اللي موجودة عندك في البيت هتعميه. هبدأ اعمل الخيط كده هعمل الخيط هلزقه كده خط مستقيم من النص يعني هقسم الكارتونة كده بالنص بالخيط هلزق كده الخيط في النص كده خط مستقيم وحاول يعني آآ ازبط ايدي على قد ما اقدر في في الشام عشان آآ يلزق معي بالزبط ويبقى مستقيم يعني ما تبقاش ايه فيها تعريك بالشكل ده كده انا قسمت الكارتونة بالنص النص اللي تحت بقى هبدأ املاه بالخيط اللي عندي همشي يبقى على نص الدايرة كده بالشامع وبعد كده هلزق عليه الخيط عشان يلزق كويس وهحاول ازبط برضو ايدي في الدورانة بتاعة آآ بتاعة الكارتونة كده عشان الخيط برضو يبقى ايه ملزوق آآ دايرة حلوة ما يبقاش برضو مش مزبوط او شكل وحش في الاخر يعني عشان يديني النتيجة حلوة بالشكل ده كده على نص الدايرة اللي تحت هبدأ امشي بالخيط كده والزقه ده هاية ما وصل للخيط اللي انا لزقته في النص بالشكل ده كده هون هبدأ الزق كده وقامنا بقى النص اللي تحت ده كله بالخيط الخيط لو انشي يعني اي خيط حيافي بالغرض عندك اي خيط تخينشي كده شوية في خيط برضو بيتباعك كده برضو عند آآ يعني عند الرجل بتاع الخيط آآ بيبقى شكل شكل حبل الغسيل او آآ خيط المفرش البلسي بيبقى عريض كده شوية آآ يعني اي حاجة موجودة عندك آآ وهتعرفي توظفيها حلو يعني بالشكل ده هو اعملت نص الدايرة اللي من تحت وبعد كده هبدأ امشي تاني على الخط اللي في النص عندي بالخيط برضو كده بالتساوي عشان يبقى مزبوط وبالشكل المزبوط قدامكو ده هبدأ ألزق كده بالشم بالشكل ده اهو وبعد كده هنزل تاني على نص الدايرة اللي من تحت برضو بالخيط وحبدأ ألزقه ده على ده هو وحبدأ املى بقى الفراغ اللي عندي ده كله بالخيط كده اهو بالشكل ده ماشيت كده نص الدايرة على المص الدايرة اللي تحت وعلى الخط المستقيم اللي فوق عشان يديني الشكل ده في النهاية يعني حبدأ املى كل الفراغ اللي عندي ده مش هسيب حاجة في فجأة انا مش بدأة من اول الكارتونة من بره عشان الكارتونة من بره يعني زي شكل الوردة كده من بره فانا حابة يعني اسيبها كده لو هي الكارتونة عندك اه متساوية خالص ابدأي من من بره خالص يعني مفيش مشكلة داري بالخيط خالص من بره بس انا حابة شكلها من بره كده يعني من الطرف بتاع الكارتونة يعني بالشكل ده كده وحملة بقى الفراغ برضو ده كله اهو انا بورهولكم خطوة خطوة عشان توصل لكم الفكرة يعني ما تبقاش ايه صعب عليكم. فضل الجزء ده برضو حاملة بالخيط كده. حالزق بالشاة احط الشمع وبعد كده احط الخيط لغاية ما ما يتمال معي الفراغ وما تبقاش في حتة فضيحة. بالشكل ده. الفكرة سهلة وبسيطة وان شاء الله هتعجبكم في النهاية زي ما انتم شايفين كده اهو. ابدأ يقملي بقى كل الفراغ اللي عندك ده. هو ما اخدش خيط كتير يعني. بالشكل ده وزق ايه كده بايدك عشان يبقى الخيط على الخيط ما يبقاش فيه فراغات من بين الطرفين الخيط يعني. هيبقى كله مليئ. تمام كده اجيني مليتة هون نص اللي تحت كله بالفيد. وسايبقى ايه الجزء اللي بره فاضي عشان شكله كده يعني اه حلو زجزاج كده مش متساوي فمديني شكل حلو. ما فيش مشكلة. الورد بقى اللي عندي عندك طبعا الورد زي ما احنا عنينه كده بكرتونة البيت عندك وارد بالفوم عندك وارد ستان بالقماش ما فيش مشكلة خالص. اي وارد حيقضي معيك برضو الغرض وهتوصلي لنفس الفكرة. حبدأ بقى ارص كده الورد زي ما انا عايزي اشوف الشكل اللي انا عايزي بيك كده حاملة برضو الفراغ اللي فوق ده كله بالورد. سواء بقى ورد كبير او وردة صغيرة حاولي بقى ايه تزبطش المقاسات بتاعتك وتزبطش الورد بتاعك. انا بشوف شكله عشان نشوف هحط كم وردة هو. بالشكل ده حاملة اللي فوق ده كله الورد. وهبدأ بقى ازقه بالشمة. هزقه طبعا كويس وسهل وهيتلزق معي سهل يعني مش مش صعب ولا حكي. هو ابدأي بقى ازقي بقى كده بالشكل ده. انت لو عايزة تغيري شكل الوردة تلونيها مفيش مشكلة. لكن هي اللون بتاعي ده انا حب اللون ده يعني فمش عايزة اغير لون. عايزة ترشيه برضو دهبي مفيش مشكلة خالص براحتك. جبت بقى حتة من الخيط تاني هلزقها من ورق كده عشان عايزيها تبقى زي علاقة كده اعلق منها اللي اعلقه منها كده. اعلقه منها على الحيطة يعني. فعايزي حاجة طبعا من من ورق كده عشان آآ تعرف يتعلق ايه. يبقى سهل. خدنا جزء من الخيط كده وهنلزقه كده بالشمع. وبقطعة من الورق عندك بسيطة خلص هتلزق ايه برضو عليه. لزقته بالشكل ده بقى عندي في النهاية كده. ولزقته اهو بحطة ورق كده بسيطة خالص عشان يثبت بس على على الورقة كده من ورقة. بقى عندي بالشكل ده هون. زي تابلوك كده ممكن بتعلقه على الباب ممكن بتعلقه على الحيطة على ايه في الترقة ما فيش اي مشكلة. شكله جميل وشيك ويعني اداني نتيجة حلوة جدا في النهاية. يا رب الفكرة بتاعت النهاردة تكون سهلة عليكم وعجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسونش بقى في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.